كل مؤمن يدرك أنه لا بد له أن يلقى الله لا يوجد مؤمن يرتاب في هذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فالموفق من جعل له وديعة عند الله إذا بعثر ما في القبور وحشر الناس وقام العبد يمشي على خطوات أرض المحشر ربنا يقول فلا تسمع إلا همسة حتى يفي إلى أرض المحشر ويقف عليها هناك اليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ وما أعطيته في الدنيا ستجده أمامك هي ودائع هذا يدعها في بنوك وهذا يدعها عند مليك الملوك فمن أودعها في البنوك لن يرىها إذا غيب في اللحن ومن أودعها عند مليك الملوك لا ترد له كما أودعها بل يضاعفها الله جل وعلا له وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله فالإنسان يدع الله جل وعلا ماله يدع الله جل وعلا ركعات في الأسحار يدع الله صلاحا مبرا مع والديه يدع الله كلمات طيبة مع جيرانه يدع الله خطوات يحتسبها إلى المساجد يدع الله أبناءه يربيهم على الدين يدع الله حلقات ومجمعات قرآن ينفق عليها ماله علّه أن يجد ذلك عند الله يدع الله جل وعلا أبناء المسلمين يعلمهم ما يدلهم ويرشدهم على الله والودائع في هذا الباب عظيمة كثيرة لا يمكن لمثل ولا لغير أن يحصيها فالموفق من جعل له وديعة عند الله